عودت منافسة البطولة اسبرو والعين ستوجه لما تشفرقتنا الراجا كونتر والأمبيك اسفي مرحبا بكم في فيديو هاشتاك قبل أن نذهب الفريقين بجوج ونختمها بأحسن تشكيلة فكملوا معنا الفيديو حتى الأخير الراجا جمهورها رسمعها موسيقى 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 مرحبا بكم معنا من جديد كنتمنى انتبتوا لحضوركم بشي لايك للفيديو أكيد ستكون قدرتوها كمونترات تحت تحييل أصحاب التواني الأولى ستجد القوم مرتاحين اما إذا كنت جديد أول مرة تسمعات الصوت هذا الفريق سأقول لك فرق عاديك سابسكرايب ومرحبا بك وصلع إلى الراجوة يو دابا زيرا ليدك الصمدة وطيالا بي للجولة سبعة من البوتو الاسبرو والوجهة الماتش الراجا كونتر اسفي خارج الميدان ماتش لأول حاجة باتك تعرفه هو يكون عطشان ولكن الحمد لله نظر انه ملعو في مراكش وماشي في ملعب اسفي أما سأقول راحنا الثمانين نتفرجه في كاميوكي اخوان رملة الخصم ديانا اولمبيك اسفي اللي اي راجا ويجبتل هذه الفرقة هذي فترانة سيقول لك العداب صحيبي العداب سبحان الله العظيم كوني وطروا غير ضد الدراجة الدراجة انه اخر ستلماتش الراجا ما قدرتش انها تجيب ضد هك الفرقة هذي طرابة واغلب من مواجهات كانوا كونتر اسفي كانوا حاسمين ومسببهم ضيعنش حال من اللقب اولمبيك اسفي لهذا العام هذا شادت المركز 11 وادا كيدل لان الفرقة ما غاداش مزيان من بعد ماذا يجعلهم انهم يخطوا خطوه من اجل تغيير المدرب قبل اسابيع وذلك ماذا يجبنا والمدرب الذي يشرف على تدريبهم حاليا واذا هو عبوب وهذا الاخير هذا لداخل حتى حدي هذا بأول ماتش اللي يكون اكيد انه سيجعل المستحيل ليس انه يجب ضد نطر واب وبين الفريق الصعب يقدروا انه يستحق نهار انه يكون فيه وقع هذي اللي اذكر نقبل كاملين اسبابه ستجعل الماتش سيكون صعبة واذا سيذهب الى فرقتنا الراجع يا الراجع والذي راجعين البطولة برباح كونتر تطوان ومكلاسين بين ثلاثة الولين في البطولة الوطنية اسبرو والاعيون ستوجه من اجل الحفاظ على المراكز الاولى في البطولة ومن اجل الحفاظ على سلسلة النتائج الايجابية وايضا رد الاعتبار ضد اسفي اللي طال سنوات وسنوات واول العوامين اللي سيلاعبه في صالحنا واللي هو الماتش خارج ملعب المسيرة باسفي وانما سيكون بمراكوش وذلك الشيء هو اللي كتبغي الراجع طول العرض التساع يعني لعب كيف مما بغيته اضافة انه الماتش سيكون بدون جمهور سواء ديانه يعني اذا كان شي ضغط سيكون غير في الكورة فقط والطاكسيك دي المدربين الراجع اللي راجع من فترة استعداد مهمة واللي فهذا الماتش هذا سيبين لنوجدك الاستعدادات منهم او بدون فائدة المواجهة بين النسر والقرش والتحدي سيكون من اجل طرواب ونغدى ان شاء الله على الساعة السادسة والربع وكل ميجا ما يرمو حش فرقته وكل واحد كيت تنغير امتي بدا هاد الماتش هذا قبل ما غضي مشو باش انا نتوقع التشكيلة دي الماتش فغضي نذكروا الجمهور بالغيابات اللي ممكن انهم يكونوا غداء في صحف فريقنا الغري بداياتا بموهوب اللي باقي كيعاني من الاصابة اضافة لبعض اللاعبين على سبيل الميتة زكريالواردي اللي تم توقف ديالول الالحاق بالامل والسبب هو انه يتأخر على التداريب ومن الممكن انه نشوفه غياب كل من السبول البداوي بحالة ما لا بصح تم تأكيد في حقه ما اما باقي اللاعبين فرقوا كل شي واجد وكل شي حاضر لهذا الماتش فقط اختيارات المدرب هم اللي اللي سوف يفرقوا في هذا الموضوع هذا فرحاليا السؤال سيتوجه لك واشرق واجد معي باش يمشون تراسي ودك التشكيلة اوهبط حتى انت خلي التشكيلة ديالك في الكومنتر واكيد اذا كان شي نقاش سنناقشوه نبدأ على بركة الله في الشبكة كيف ديما انا سيزنيتي سنمشو الدفاع التونائية اللي سنختار اللي هي المقدم وخفيفة نفس التونائية اللي لعبات الماتشلفة وكنت من الاستقرار التونائية ويحدة باش تأقلم مع بعديات سنمشو الأظهر ونختار تونائية البولكسوش وبلعامري خصوصا ان البلاندي البداوي السوب وباقي موادح فأصلا هاتجوج هذو اللي بقع ورهم اللي عنا سنطلع الوسط ونختار فيه ويجب التونائية الكل من اهوله وقم بوغرين والمكعازي سنطلع الهجوم والراجب بما انها بدون رأس حربة سنظر هنا ويجب العباء بمارجع مواب أو بدمج الماركاتوش توتم انتداب رأس حربة من قيمة الراجب الأجنحة لا بدل التونائية لعبات الماتشة التي تتلفاته والتي هي بوزوق والنفاتي هذه هي التكالية التي تبليها شخصيا ممكن ترى غدا وممكن تتعطي الأكل وملا أحضرنا تروابون ويجب التونائية وأكيد لا نقوم بعمل أول شخص يتمنى أن يأخذ الفرصه هو دومينغو وهذا الشخص الذي يبين على شخص المساوي والذي كانوا استعدادين فصراحة كبير شخص يستحق أن يأخذ الفرصه ويكون أكيد أنه كيف لم تتعطي فرصه ويبين بلاسه رأس دومينغو قادر أن يحرر بلاسه في حالة واحدة إلي أخذ الفرصه فشنو بل يكون في تشكيل اللي اضطيته وشنو بل يكون خاص ومي تبدله وباش خاص ومي تبدله وبمعنى نوصنا اللخر ما غديش ننسى المقولة ديانه كوراج نصرنا يا ربي الربحة تضلت زينا كل التوفيق لفرقتنا إن شاء الله والعودة من مراكش وش بترويق بوين اللي غا تكون مهمة في المعصار ديال الفريق وحتى غا تكون مهمة في الترسيب ديالنا إيوا دابا رك عارف راسك شنو خاصك تدير إيوا وقف لي ديك النسيجة وقول لي ايش حال جاسفك